الخير عليك طمنا على كل استعدادات النادي الاهلي قبل ساعات من انطلاق المباراة لكن يمكن الكل على قلب الرجل الوحيد دي مش كلمة بس لا بالفعل بتكون فأرض الملعب النادي الاهلي بالفعل اللي عدت النادي الاهلي بيبان في هذه المواقف الصعبة النهاردة أولى المباريات بنتمنى البداية يكون موفقة بداية النادي الاهلي في البطولة الماضية ويمكن كان فيها أيضا كمان سوق توفيق لكن النهاردة إن شاء الله مع حضور جمهوري لنادي الاهلي بهذا العدد كنا بنعمل أيضا يكون العدد أكبر من كده لكن المجهود الذي بوزل من مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على أن يكون في تنسيق مع وزارة الداخلية القوات المسلحة استاد برج العرب بحضور هذا العدد ومن معلوماتنا أيضا كمان زمالي أمير أن بالفعل النهاردة إن شاء الله بإذن الله نشوف من 9000 إلى 10000 مشجع متوجدين لألنادي الأهلي عدد كان مخصص لألد دعوات من نسبة لأعضاء وأيضا كمان عدد طرح على الموقع الإلكتروني بالفعل تم نفاذ الكمية بالكامل إن شاء الله بإذن الله نعايزين المباراة القادمة كمان يكون العدد أكتر من كده النادي الأهلي محتاج بشكل كبير جدا وجمهور خلال هذه المرحلة وأيضا كمان الجمهور محتاج للعابة للنادي الأهلي الكل يمكن مرتبط بشكل كبير جدا وحالة خاصة جمهور النادي الأهلي ملعابة النادي الأهلي حالة خاصة جدا زميلة أمير في هذه المواقب بالفعل نستنى المسندة نستنى للدعم نستنى التواجد جمهور النادي الأهلي وبالفعل إن شاء الله نهاردة يكون هتافة فقط لجمهور النادي الأهلي من أول ديئة لآخر ديئة التشجيع المثالي المعتاد لجمهور النادي الأهلي الدعم مطلوب جدا وبإذن الله إن شاء الله هذه المباراة تكون من نصيب النادي الأهلي متواجدين كالعادة زميلة أمير في فندق الإقامة مع فريق النادي الأهلي المتواجد هنا في الأسكندرية بعد مباراة سموحة كان قرار موفق جدا لمستمرت الأسارتي لمدير الفني مع كابتن محمد يوسف مع كابتن سيد عبدالحفيز الاستمرار هنا في الأسكندرية المزيد طبعا التركيز فرضي مزيد جدا من التركيز خلال الأيام الماضية مستمرت إن كمان حالة الانسجام مطلوبة يمكن الرجل ما بقولوش فترة كبيرة جدا مع النادي الأهلي فأكيد كل ساعة وكل دقيقة وكل تدريبة يكون متواجد فيها الرجل بيحاول إن هو يقعد مع العيبة يتكلم معهم يشوف طبعا إيه القصور المتواجدة في بعض اللعيبة بيحاول يطبق كمان الفكر الفني اللي احنا بنشوفه فيه التدريبات الرجل يمكن عنده جمل تكتيكية عنده رؤية فنية لكن محتاج طبعا وقت بسيط لكن ممكن الأزمة أو مش أزمة كمان زميلة أميري نحن عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات هذا الشهر أكتر من مباراة في بطولة الدور العام والبطولة الأفريقية النادي الأهلي مباشرة بعد هذه المباراة 48 ساعة وهي توجه إلى مباراة شبيبة الثورة الجزائري لكن مباراة مباراة زي ما بأكد كاتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة كل مباراة لها ظروفها مرحلة مرحلة النادي الأهلي يقسم أن المباريات في البطولة الأفريقية وطولة الدورة العامة مباراة مباراة بكل ظروف تنتهي المباراة تغلق هذه الصفحة والاستعداد مباشرة يكون للمباراة الماضية الظروف اللي بنكلم عليها وسوء التوفيق أمير اللي بقابل فريق النادي الأهلي النهاردة يمكن متواجد في عدد كبير من الغيابات على رسوم أحمد فتحي سعد سمير صلاح محسن أحمد الشيخ وليد أزارو وأخيرا محمد محمود سوف ننجد لحبين نوجه رسالة وكيف جمهور النادي الأهلي بالتأكيد النهاردة يكون في رسالة أهمة جدا ليه اللاعب الوافد الجديد لفريق النادي الأهلي محمد محمود بعد الإصابة الأخيرة أكيد إن شاء الله المساندة مطلوبة جمهور النادي الأهلي ي сумت متواجد خلف هذا اللاعب كان الرجل ظهر بشكل مميز جدا في المباراة الأولى له�� لكن الإصابة قضاء وقدر كل الدعم إن شاء الله في كل المصابين لفريق النادي الآلي وبالتحديد أحمد محمود بإذن الله ترجع أحسن من الأول أيضاً كمان زميل أمير جمهور النادي الآلي بنأكد عليه أكتر من مرة النهاردة كمان عايز أأكد لك وقول لك دعوات هكون بوابة ثلاثة أولى شمال والمقصورة دخول الجمهور من أولى شمال والمقصورة بوابة ثلاثة أيضاً بالنسبة لي الباب السبع يكون لي حاملة دعوات الدرجة التانية بإذن الله كمان حابين نشيد بوزارة الدخلية وقوات المصالحة على التعاون الكبير إن شاء الله النهاردة تكون فيه سهولة يكون فيه أسر للدخول لجمهور النادي الآلي لعدده يكون كبير قبل المرش العيبة قبل المرش طبعاً هيكون فيه عدد من الجمهور ووصل لكن بالفعل الساعة ثلاثة تم فتح الأبواب بالكامل لجمهور النادي الآلي أكيد الساعة سبعة أو ساعة سبعة ونص يتم غلق هذه الأبواب اللي يكون متواجد بإذن الله النهاردة فيه تعليمات ممكن العميدة على أكد عليها ما يبقاش فيه أي ألعاب نارية ما يبقاش فيه ممكن أزايز حاجات كتير جداً طبعاً بيتم التنبيه عليها لجمهور النادي الآلي لأن الهدف هو تشجيع النادي الآلي فقط في هدية المبرى وبإذن الله يكون موفق مستمرتن كابت محمد يوسف لعب النادي الآلي يكون التوفيق معنا زميلي أمير وبإذن الله يكون هدية المبرى من نصيب النادي الآلي أعود لك زميلي أمير